من القامشلي معي العميد حسام العواق عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية مساء الخير أهلا بك معنا سيادة العميد ثلاث جبهات في الرقة تشهد اشتباكات اليوم لو بدأنا بموضوع تحرير الفرقة السابعة عشر لماذا هو مهم التحرير هذا؟ شاهدين تقدم قواتك الآن في مدينة الرقة وفي أحيائها وطبعا حي المشبقة الآن محرر بالكامل وكذلك بالنسبة لحي السباعية مع الأطراف الغربية للمدينة وهناك 60% الآن من الفرقة السابعة عشر تم تحريره الفرقة السابعة عشر والمقرات العمليات التبادلية هي مواقع لقيادات التنظيم وكذلك مواقع لمقرات الحسبة والاجتماعات يعني الآن هناك أكثر من نفق يخرج منه عناصر داعش عناصر الفرنزين ليقوموا بتوجير أنفسهم بداخل مقرات الفرقة وهي يعني نعم والآن تقريبا 60% من الفرقة ومحيطها محرر ماذا تشمل هذه الفرقة؟ يعني لو نشرح أكثر هي طبعا مهمة كما أقول وعندما يتبقى 60% ماذا يعني هذا؟ تفضل تحريص هي كانت الفرقة السابعة عشر يعني توضعاتها وانتشارها مناطف تعتبر حيوية واستراتيجية استغلها كانت فرقة سابعة عشر كانت لنظام قبل الاحتلال داعش لها فتحريرها مهم جدا بالنسبة لأنها وخاصة أكرر أنها تحوي مواقع استراتيجية لحيادات التنظيم وكذلك مقرات الحسبة ومقرات تابعة لاستخبارات داعش أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من القمشلي سيادة العميد حسام العواك عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية